موسيقى نشرة اخبارية جديدة من قناة الغاد المشرق نبدأها بالعنوين الدفاعات الاماراتية تعترض صاروخا باليستيا وتدمر منصة اطلاق الصواريخ التابع لميليشيات الحوثي في الجوف وسط الترحيب شعبي واسع قوات دفاع شبوة تؤمن منطقة العرم بمحافظة شبوة الجابري يعلن المسؤولية عن إيقاف باخير التصدير النفط ببناء الضب ويحذر من تصعيد شعبي قريب موسيقى اهلا بكم اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية عن نجاح الدفاع الجوي باعتراض وتدمير صاروخا باليستي اطلق اتجاه دولة الامارات دون تسجيل اي خسائر تذكر مرة اخرى تفشل ميليشيات الحوثي الارهابية في استهداف اراضي دولة الامارات الشقيقة وتنجح المنظومة الدفاعية الاماراتية باعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيات الارهابية بعد منتصف الليلة الماضية واعلنت وزارة الدفاع الاماراتية عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي لصاروخ باليستي اطلقته ميليشيات الحوثي الارهابية تجاه الدولة ولم ينجم عنه اي خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق الماهولة بالسكان من جهتها اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة اعتراض الصاروخ الباليستي هذا وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بين اللهان القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في محافظة الجوف بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات هذا العمل الإرهابي الجديد لا قائدنات عربية ودولية واسعة وسط مطالبات المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه الميليشيات الحوثية وداعميها هذا وأكد مستشار رئيس دولة الإمارات الدكتور أنور جيرغاش عزم بلاده على المضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على التعامل مع ما وصفه بتهديدات المنظمات الإرهابية وقال جيرغاش على حسابه في تويتر أنهم مصممون على أهدافهم ورؤيتهم الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع وأضاف أن استفزازهم لن يجدي نفعا ولا يرون في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم البمدية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن الأمن والسيادة الوطنية ومخطئ من يمتحن الإمارات على حد تعبيره اشتركوا في القناة أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أن الدول العربية تصدت لمسؤوليتها بخصوص هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية والإمارات وبدوره أكد أمين عام جميع الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزير خارجية اليمن قدم للاستماع الوزاري رؤية بلاده بخصوص التسوية السياسية ورفض ميليشيات الحوثي للمسار الدبلوماسي وضاف أبو الغيط أن ميليشيات الحوثي مدعومة بقوة إقليمية معروف دورها في هذا النزاع في إشارة إلى إيران استهدفت ميليشيات الحوثي مسجد عبدالله بن مسهود في منطقة الصفحة بمدرية عسيلان بمحافظة شبوى بصاروخ باليستي وتسبب القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيات الحوثية باستشهاد أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بالإضافة إلى أضرار كبيرة في مباني ونوافذ ومنارة المسجد واحتراق عدد من سيارات المدنيين انتشرت قوات دفاع شبوى في منطقة العرم بمديرية حبان بشبوى ضمن خطة انتشارها في عدد من مديريات المحافظة وسط ترحيب شعبي وسع وتنفست الصعداء منطقة العرم من مديرية حبان بشبوى التي لطالما عانت من تواجد ميليشيات الإخوان فها هي طلائع قوات دفاع شبوى تنتشر في عدد من النقاط وحواجز التفتيش ضمن خطة انتشار واسعة وتدريجية لهذه القوات بإشراف من دول التحالف العربي نحن اليوم نزلنا بعون الله وبقيادة المقدم ويديب عون منطقة العرم وتمركزنا في عدة مواقع لحفظ الامن والاستقرار في هذه المنطقة ونضمن ابناء هذه المنطقة اننا سوف نكون عونا لهم في حفظ امنهم يؤكد قادة وافراد قوات دفاع شبوى على حرصهم الشديد على حماية المواطنين وتوفير الامن والاستقرار والطمأنينة في اوساط هذه المناطق وفي المقابل عمت الفرحة اهالي هذه المناطق الذين استبشروا بقدوم هذه القوات نحن نجينا ان شاء الله الامن للبلاد والامنها ويخلي الامور تحت السيطرة والامور طيبة ان شاء الله والشعب هنا والماطنين رتاحوا لنا جدا جدا وان شاء الله على مرحلة مرحلة وكل شيء ان شاء الله دفاع شبوه ينتشر على خطط محددة تجهين قوة دفاع شبوه في منطقة العرب ونحن كمواطنين وشخصيات اجتماعية وثقافية نرحب بالاخوة اخواننا ابنى يعني ابنى محافظة شبوه الموجودين الان في النقاط من الدفاع يعني محافظة شبوه ونرحب بهم ترحيبا واهلا وسهلا بهم في منطقة العرب انتشار قوات دفاع شبوه في مديريات المحافظة تسير بشكل انسيابي وحسب الخطط المرسومة لها وصلت ترحيب كبير من اهالي المحافظة الذين عانوا الامرين من ميليشيات الاخوان التي ارتكبت جرائم لا حدود لها بحق الانسان في هذه المحافظة جمالي شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوه اعلن رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الشيخ حسن الجابري في مؤتمر صحفي عقد بوادي حضرموت بحضور وسائل الاعلام ان الهبة الحضرمية هي من اوقفت باخرة تصدير النفط بمناء الضبة وفي حالة تعنت الحكومة في تصدير النفط سيكون هناك تصعيد شعبي مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الشيخ حسن سعيد الجابري في منطقة الردود بوادي حضرموت على خلفية احداث ايقاث باخرة تصدير النفط من ميناء الضبة بالمكلة فاذا قدمت الحكومة ممثلة بأي ان كان على تحميل بالقوة فنحن نرد صاع صاعين ونرد كل قوة مثلها عشر اضعاف القوة فانا اويه من الان ان اي قدوم بالقوة من قبل الحكومة على التحميل سوف تكون العواقب لا تحمد عقبها الشيخ الجابري تطرق خلال المؤتمر الى همية توحيد صوت ابناء حضرموت في المطالبة بحقوقهم اذ ان ذلك يزيدهم قوة بالاشارة الى الجهود المشتركة بين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الهبة لاجل انتزاع الحقوق اذا السلطة اتمعت معنا في هذا الشان نحن لا ندور على زعامة من وقف ولا الهدف واحد هو حقوق غير ما شيء بغض النظر ان وقفت الهبة الباخرة او وقف المحافظة او وقفها اصغر واحد الجابري حذر الحكومة واي جهات اخرى تريد تصدير النفط دون الاستجابة للمطالب بانه ستكون ضدها ردة فعل اقوى الحكومة والشرعية رسالتنا لها نقول لهم يكفي مماطلة نقول لهم يكفي تهميش نقول لهم يكفي بلطية على شعب حضر موت اليوم حضر موت قالت كلمتها بهبتها وسلطتها فلن تحيد عن هذا الكلام المؤتمر حمل رسائل للمواطنين فحوها لاطمئنان على متابعة مطالبهم وان المؤامرات التي انحاكت لشق صف الهبة قد فشلت وستنتهي المظلومية التي دامت لسنوات على حضر موت محمد بحفين الغد المشريق من منطقة الردود بمديرية تارين هذا وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه للمطالب الشعبية في محافظة حضر موت ورفضه لمحاولات بعض الأطراف ركوب الموجة الشعبية والمزايدة بشعارات ومطالب غير واقعية لأتخدم حضر موت أبنائها وفي سياق آخر أكد المجلس الانتقالي في استماعه الدوري أنه لن يسمح باستمرارية العمل بالقرارات أحادية الجانب الصادرة من جانب الشرعية والتي تسعى من خلالها بعض القوى لضرب اتفاق الرياض وإفشله مشيرا إلى أنه لن يتردد عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تنفيذ تلك القرارات الأحادية متى ما تطلب الأمر أفادت مصادر محلية عن حملة اختطافات واسعة للميليشيات الحوثية بحق أبناء مدرية العبدية في مأرب وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية شنت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من أبناء العبدية وقامت بنقلهم إلى سجونها في صنعاء ولفتت إلى أن من بين المختطفين الأستاذ عبد الحكيم الثابت مدير عام مكتب التربية والتعليم سابقا قال تقرير صادر عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونسيف إن وضع الأطفال في اليمن بات مزريا بفعل حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية لا سيما وأنها قتلت وشوهت قرابة عشرة آلاف طفل إضافة إلى تدنيد آلاف آخرين في القتل ثمان سنوات عقيمة عاشها اليمن بمختلف أركانه بفعل حرب ضروسي تشنها ميليشي الحوثي الإرهابي على الشعب اليمني بمختلف فئاته وخاصة المهمشة منها كالأطفال والنساء حيث أدت الحرب إلى واقع مزر يعيشه ملايين الأطفال وأشار تقرير صادر عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونسيف إلى أن وضع الأطفال في اليمن بات مزريا بفعل حرب ميليشي الحوثي الانقلابية ولفت التقرير إلى أن اليمن بات جحيما لا يطاق للأطفال لا سيما وأن حرب ميليشي الحوثي قتلت وشوهت قرابة عشرة آلاف طفل إضافة إلى تجنيد آلاف آخرين في القتل ووفق المنظمة الأممية فإن عدد الأطفال النازحين داخليا والذين أجبرتهم الميليشيات على النزوح من منازلهم يقدرون بنحو مليون وسبعماء الطفل فيما بات أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة جراء الدمار والإغلاقات التي لحقت بالمدارس وقالت اليونسيف أدت مجموعة خطيرة من العوامل سببها حرب ميليشي الحوثي الانقلابية وتدهور الاقتصادي التي استفحلت الآن بسبب كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الوضع المزري لأطفال اليمن الأصغر سنا وأشارت إلى حاجة أكثر من 11 مليون طفل للمساعدة ومن المتوقع أن يعاني ما يقرب من مليونان وثلاثمائة ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد المدير القطري لمنظمة أنقذ الطفولة في اليمن خافير جوبريت قال في وقت سابق أن الصغار هم أول من يعاني من عواقب النزوح وهم الأكثر تأثرا بذلك خاصة في ظل تزامن هجمات ميليشي الحوثي الحالية مع تفشي وباء كورونا وتدهور الأوضاع المعيشية بما لا يجعل بوسع الكثير من الأباء والأمهات توفير المتطلبات الأساسية لأطفالهم وفي خطوة خطيرة تواصل ميليشي الحوثي الإرهابية تجنيد الصغار عبر إقامة معسكرات ودورات لتشجيعهم على القتال عبر فعاليات تهدف إلى تشجيع الأطفال على التجنيد وما يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية الرامية لحماية حقوق الطفل وتعزيز مكانته في المجتمع مشارتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن أهلا بكم من جديد ناقش اجتماع لوزير النقل الدكتور عبد السلام حميد احتياجات ومتطلبات تطوير وتحديث مطار عدن الدولي وخاصة تلك التي لم يتم إدراجها ضمن مشروع تأهيل المطار من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وثمن وزير النقل الجهود المبذولة من قبل هيئة الطيران وإدارة المطار لضمان استمرار النشاط المطار في الفترة الماضية وفي ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد لافتا إلى أن مطار عدن تعرض لتدمير كافة مكوناته من البابان ووسائل الملاحة أثناء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية وقع كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية اتفاقية مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن في العاصمة السعودية الرياض ويهدف هذا التعاون لتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والبيئة التقنية والأمن الغذائي والصحة والتعليم وتمكين المرأة والمياه والإصحاح البيئي والحماية والإيواء في كل من حضرموت وتاعز ولحج وأبين والسحل الغربي بتكلفة بلغت أكثر من مليوني دولار أمريكي ندعم هذه المنظمة وغيرها من المنظمات اليمنية كما فعلنا مع سبينز ومع السفدي وكذلك كثير منظمات أخرى التي أيضا لم أذكرها خلال هذا التصريح لدعم الاستدامة ودعم التنمية وكذلك تخصيص الدعم بشكل مباشر للشعب اليمني وبشكل دا جودة عالية وتنمية مستدامة وبشفافية واضحة للجميع نستفيد من خبرات أجفند ومن خبرات سرع على الأرض والبرنامج السعوية التنمية تعمر اليمن هذا واحد مئتين وسبعة مشروع ومبادرة مختلفة في كل المحافظة اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية وإن شاء الله نحل السلام قريبا واستطيع أن ندعم الشعب اليمني في كل محافظة الجمهورية اليمنية كما نفعل حاليا من خلال مركز ملك سلمان لغاثة الأعمال الإنسانية وعبر المنظمات الدولية أمل أن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا اكتشف باحثون في مدينة وهن الصينية سلالة جديدة لفيروس كورونا تدعى نيوكوف وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من كوفيد-19 ويعتقد الباحثون أن نيوكوف الذي تم اكتشافه بين الخفافيش في جنوب إفريقيا يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19 حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل ثلاثة أشخاص وأكد الباحثون أنهم يعملون بشكل دقيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل المراقبة والاستجابة لتهديدات الفيروسات الحيوانية الناشئة قال رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا إنه لا يفكر الآن في إعلان حالة الطوارئ في توكيو بعد الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس كورونا وتأتي تصريحات كيشيدا وسط ضغوط على الحكومة لوضع العاصمة مرة أخرى في حالة طوارئ حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا في العاصمة توكيو 48% في أرياض المحلية توجى فريق شمسان بطلا للنسخة الأولى لبطولة شهيد الهبة الحضرمية عمر علي بازنبور تتويج شمسان باللقب جاء بعد فوزه على منافسه الناصر بهدفين دون رد فريق شمسان بطلا للنسخة الأولى لبطولة شهيد الهبة الحضرمية عمر علي بازنبور تتويج شمسان باللقب جاء بعد فوزه على منافسه فريق الناصر بهدفين دون رد مقات مباراها من الند للند ولكن استحقنا الفوز والحمد لله بوهمة الشباب وبفضل دعم الجمهور لنا والله صراحة نظم داري كويس ويختلف عن باقي الدوري تنظيم رائع ونشكر المجلس الانتقالي على هذا الدار وتنظيمه بطولة الشهيد بازنبور أقيمت برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلة ونظمتها إدارة الشباب والطلاب باللجنة المحلية للمجلس الانتقالي في المدينة نحن في مدينة المكلة نهتم بالنشاط الرياضي تحت رعاية إدارة الشباب والطلاب المدينة ونكثف نشاطنا للفرق الشعبية بالأحيان الهدف من هذا النشاط الذي توسع أكثر مع الشباب وتعرف من الأشياء المضررة والمعروفة أشياء السيئة مثال القاة وغيرها من الأشياء فعلا أنه يعني بعض الشباب كانوا رايحين في عادات قديق يعني وصخة وهذا لكن بسعد المراكز هذا أنه مجلبتهم وخلتهم يتيهون تجاه الصحيح ختام البطولة الذي حضرته قيادة المجلس الانتقالي بالمكلة ووالد الشهيد بازنبور جرى خلاله تسليم كأس البطولة لشمسان والوصيف النصر كما تم تكريم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل حارس بحضور جماهيري كبير عيدروس الخليفي للغناة الغد المشرق نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العنوين الدفاعات الإماراتية تعترض صاروخا بلستيا وتدمر منصة إطلاق الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي في الجوف وسط ترحيب شعبي واسع قوات دفاع شبوة أمن منطقة العرن بالمحافظة الجابري يعلن المسؤولية عن إيقاف بخيرة تصدير النفط بمناء الضبا ويحذر من تصعيد شعبي قريب يمكنكم متابعات حساباتنا على مختلف موقع التواصل الاجتماعيات الغدوائي شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة